والقرآن يهدينا السبيلا ويمنح من تلا خلقا نبيلا كأن ملائك الرحمن تمشي على قدمين سبحا أو أصيرا أحبتي في كل مكان والذي فلق الحبة وضرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم والسامعين والحاضرين بهذا الحب في الجنة أحبتي أسعد بصحبتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي برنامجكم قيم القرآن نستخرج من القرآن الكريم قيما عالية وأخلاقا راقيا أسعد بصحبتكم كما أسعد بصحبتي الوالد الكريم والعالم الجليل فضيلة الدكتور زاكي محمد أبو سريع أستاذ التفسير وعروم القرآن بجامعة الأزهر الشريف أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين والسامعين شخصنا الحبيب ما زلنا نستخرج من القرآن الكريم قيما عالية وأخلاقا راقيا نتكلم في هذا اللقاء مع فضيلتكم عن فضيلة عظيمة ونعمة كبيرة الصيام قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالصيام قيمة جليلة من قيم القرآن الكريم والصيام يشتمل على معاني عظيمة في تهذيب النفس البشرية فنحتاج إلى أن نفهم في هذا اللقاء معنى الصوم فضل لشيخنا الحبيب والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم بحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعض فكلمة الصوم كلمة لها أكثر من معنى قد يرد بالصوم الامتناع عن بعض العادات الاجتماعية الخاطئة وقد يكون امتناعاً الكلام مع المجادلين كما قال الله حكاية عن مريم عليها وعلى ابنها السلام إني نظرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسية فالصوم قد يكون امتناعاً الكلام مع المجادلين أو الامتناعاً عن الكلام في الغيبة أو النميمة أو المجاملات الباطلة أو شهادة الزور أو كذا أو كذا سلم يا رب أو الامتناع عن بعض الأطعمة يعني همية من باب العلاج أو كذا أو كذا أو كذا كل هذه العاني تثقل تحت كلمة الصوم لكن الذي يعنينا في الصوم وهو العبادة المعروفة التي تتكرر كل عام كفريضة على جميع البالغين المسلمين العقلاء أو كذا أو كذا فالصوم هو لغة الإمساك يعني الامتناع نعم الإمساك الإمساك نعم وشرعاً أو الصلاحاً والإمساك أو الامتناع عن شهوتين البطن والفرق يوماً كاملاً من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية أيها بنية نعم لكن لو أن شخصاً امتنع عن الصيام على أساس أن الطبيب قال له إن أردت أن كذا أو كذا أو كذا امتنع عن الأكل أو تقلل من الطعام أو تقلل فهو وبالمرة هصوم لله لا ما فيش حاجة اسمه بالمرة من أراد أن يصوم فلتكن النية ابتداءاً وانتهاءاً خالصة لله تبارك وتعالى نعم لكن أخلي الصيام الشرعي سواء فريضة أو نوافل تبع لعلاج أو لكذا أو كذا الله عز وجل يقول في الحديث الكدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته ومن أشرك سلم يارب أو تركته وشركاً سلم يارب نعم نعم فالصيام قد يكون لامتنع عن الكلام الخارج قد يكون لامتنعاً عن اللغو أو الرفص أو شهد الزور أو المجاملات بالباطل أو كذا وكذا وكذا كل هذا حتى لو نسن امتنع عن الكلام الخارج عن إطار الشرعة الإسلامي يؤقر يؤقر عن الامتنع عن هذا الكلام لكن كونوا يصوم طاردا نفس الوقت يسلي نفسه على حد تعبيرهم بالغيبة والنميمة حتى يأتي غروب الشمس الله سبحانه وتعالى غني عن مثل هذه الأعمال وما أمروا إلا ليعبدوا الله الصوم عبادة ركن من الأركان الخمسة كما في حديث سيدنا عبدالله بن عمر بنا لسامه على خمس الله غني عن أي عبادة يدخلها شيء من الريال أو شيء من التطبب أو التداوي أو شيء من كذا أو شيء من مضيعة الوقت فالصيام الشرعي لامتناع عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى من طعام أو شراب أو كذب أو غيبة أو نميمة هذا هو الصيام الشرعي شيخنا الصيام والقتال فريضتين لماذا قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال ولم يقل فرد عليكم كباقي العبادات باقي العبادات تقبل التفكير باقي العبادات تقبل التفكير هل أستطيع أو لا أستطيع أنا مريض أخذ رأيي الطبيب أستطيع أصوم أم أخرج الفدية أما الكلمة كتب عليكم الصيام معناها المسألة لا تحتاج إلى تفكير مفروض المسلم أول ما يسمع الآية يقول سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وليك المصير لكن أما يقول هشوف نفسي لا ينفعش ما ينفعش مع كتبه لا ينفعش مع كتبه وكذلك الكتاب ما دم قوي البذن ويستطيع أن يساهم بقدر استطاعاتي لا يقول لما شوف نفسي العبارة دي فيها شيء من التردد فيها شيء من التردد والشأن في المسلم أي ما يسمع كتبه أو حتى فرده أو كذا يقول سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وليك المصير لكن طبعا في ترتيب الأحكام الشرعية فيه الأهم وفيه المهم وفيه الأقل أهمية لأنه وافل العامة نعم فبالنسبة للصيام وبالنسبة للقتال ده من أهم الفرائي وذلك عبر عنها بكتب عليكم القتال وهو قره الأقل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين مقبلهم دي فيه مصف الأهم أو الأكثر فرضية كذلك شيخنا يعني الصيام والقتال نعم العباتين دول يحتاجوا إلى نية نعم يعني لأن قد يمتنع الإنسان كما تفضلتم عن الطعام والشراب نعم بمسمى الرجيم نعم أو الدكتور قال له هتصوم من كذا لكذا نعم أو هتعمل تحليل معين نعم فتي صايم 8 ساعات 12 ساعة نعم هنا خلاص لا يعد صيام ولكنه نعم لا يعد تداويا أو تداويا نعم ولكن كتب عليكم هنا تحتاجوا إلى نية نعم كما تفضلتم نعم كذلك القتال ممكن يقاتل غير المسلم يقاتل غير المسلم برضي أي نعم لكن المسلم إذا قتل في سبيل الله هذا هو الجهاد يحتاج إلى نية يحتاج إلى نية وإلا عد من العادات وليس من العبادات نعم نعم يقول له أنت تيجي صايم بعد ثمان ساعات قلت بالمرة أصوم النهاردة بالمرة دي ما تنفعش لابد من نية النية ابتداء لابد من نية نعم يعني قبل أن يقول له المعمل تيجي صايم من ثمان ساعات قلت أنا ناوي أصوم بكرة وبعد كده المعمل لا بس يأتي تباعا لكن ما يكونش المعمل أولا ثم استحضار النية ثانية نعم شيخنا الصيام عبادة جليلة عظيمة نعم رغم أنها متاحة طوال العام نعم غير أنها مرتبطة في عقول الناس نعم أو بعض الناس نعم أنها في رمضان فقط نعم ولكنها متاحة طوال العام نعم عن غيره صحيح يعني فيه نسأل الله السلامة بعض الأسر لم تهتم بثربية الأولاد بنين أو بنات وتركوهم حتى وصل واحد منهم إلى السامنة عاشرة أو العشرين أو الخمسة وعشرين لم يتدرب على الصيام لم يتدرب لا يزال طفلا يبقى تعدى السادسة عاشرة أو السامنة عاشرة بكرة يصوب بكرة ذا يقصبها بعد الستين ولا يدري هل يعيش أو لا يعيش إلى الستين أو الخمسين أو كذا أو كذا وبالتالي هذه الفريضة التي كتبت علينا كما كتبت على الأمم السابقة لابد أن يتدرب عليها الأولاد ذكورا أو إنسا من السابعة من السامنة من التاسعة ولا يتركه حتى يبلغ بعدين إن شاء الله يصومه ما يصومش وبالتالي يحاسب الوالدان عن عدم تربية الأولاد تربية دينية أحسن تشيخني معنى الكلام أنه لابد أن يربي ابنه أو بنته قبل سن البلوغ على التدريب على الصيام ويبدأ بقى في الصغر يصوم لحد الظهر يومين ثلاثة يصوم لحد العصر وبقى نشجعه ونحتفي به نعم إلى أن يصل إلى المغرب نعم ويا سلام بقى في هذه الأيام يعني أو الأيام المقبلة لو هو شهر رمضان مقبل في وقت الشتاء نعم ده الصيام البارد بقى الجميل نعم يعني مش يشعر الإنسان كما جاء رمضان يعني في سنوات ماضية نعم كان يأتي في في وقت يعني كما يقال في عز الصيف صحيح يعني الصيام في هذه السنة لمن امتدت حياته تأتي في الشتاء لمدة 12 سنة تقريبا نعم سبحان الله دي نعمة كبيرة حد ما ييجي في شهر 9 مرة أخرى وبالتالي فرصة لمن ينشئ الصغار أن يضربه في أيام الشتاء حتى إذا ما تخطى سادسة عشرة لا يحتاج الولد أو البنت أن يقال له لما لم تصم أخوك صايم لما لم تصم أبدا لأنه وينشأ ناشئ الفتياني منه على ما كان عوده ذووه يعني المحيطين به أيها ذووه مش أبوه فقط ذووه لأنه يأثر في التسل كل من يتعامل مع الأسرة من الآباء والأجداد والأعمام والأحوال والخالات والعامات وهكذا نعم يا شيخ إذن الصيام نعم يحتاج إلى نية نعم صيام الفريضة عشان نفرأ بقى للمشاهد الكريم صيام الفريضة وقت نيته نعم وصيام النافلة وقت نيته نعم بالنسبة للفريضة ينبغي بل يجب أن يستحضر النية بعد غروب شمس اليوم الأخير من شعبان وحتى قبل أن يؤذل الفجر معاه نعم ساحة الليل بعد غروب شمس آخر يوم من شعبان وثبت في التوكيد أو في علم الفلك أن غدا واحد رمضان مثلا ينبغي ينبغي بل يجب أن يستحضر أحدنا النية بعد غروب شمس اليوم الأخير من شعبان وقبل أزان الفجر لليوم الأول من رمضان وبعض علمائنا استحبوا عليهم رحمة الله أن يجدد الإنسان نية كل ليلة ومنهم من اكتفى باستحضارها في الليلة الأولى بشرط أن يستمر صائما حتى نهاية الشهر لأنه لو ما سنصم عشرة أيام وجاء جاء 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 صفر منزم بالصفر طلب منه أن يسافر إلى مكان كذا لمهم العمل فقطع صيامه في يوم أو يومين بعد أن ينتهي اليومان اللي هما أفطر فيه ما وسيخرج الفدية وعليه القضاء بعد انتهاء الشهر أيضا بهذه الحالة ينبغي بل يجب أن يستحضر النية بعد أن أفطر يوما أو يومين أو أكثر في رمضان يستحضر النية بعد أن أقام وقطع الصفر يجب أن يستحضر النية أما بالنسبة للنوافل من أراد أن يصوم شيخنا عفوا قبل أن ننتقل إلى النفيل عفوا نعم يعني إذن صيام الفريضة يحتاج إلى نية نعم في جزء قليل من الليل من غروب الشمس نعم آخر يوم من شعبان وقبل أزال الفجر من أول وله أن يختار إما أن ينوي نية كاملة لرمضان في أول ليلة نعم أو لكل ليلة نية نية هو مخير بين هذه وهذه والنية لا تكلفه شيئا نعم وليس بلازم أن يكون نوايت أن أصوم غدا اليوم الأول من رمضان النية في قلبه النية يستحضر نية في قلب استيقاظه في الليل وتناوله للصحور نية يعتبر نية نعم 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 أما عن الفريضة عفوا عن النافلة بالنسبة للنافلة لو استحضر النية قبل أزان الفجر لا مانع وهذا أفضل وإن لم يستحضر النية مثلا عن له أو ظهر له أنه ساعة الحدي عصر وما أكلش شيئا في هذا اليوم ولم يشرب شيئا فله أن يصوم قبل أزان الفجر أزان الظهر يستحضر النية قبل أزان الظهر لكن الأفضل أن يستحضر النية قبل أزان الفجر أيضا شيخنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ ولا نجد طعاما قال أصبحت صائبا نعم صلى الله عليه وصيام نافلة نعم نعم فيجوز أن ينوي الصيام في نهار اليوم الذي يصوم فيه مدام لم يتناول شيء بعد الفجر قبل أزان الظهر نعم نعم لكن ما يتركش الأمور لبعض العصر يقول خلاص أنا نويت الصيام النهاردة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استحضر نية الصيام النافلة بعد العصر أو بعد الظهر يعني معه من أزان الفجر إلى ما قبل أزان الظهر نعم أن تبين له أنه من اللائق أو من المناسب أن يصوم هذا اليوم لا بأس لكن بعد الظهر حلص لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاقد نية صيام النافلة بعد الظهر أحسنتم نعم 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 شيخنا الحبيب يعني انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا بارك أزاكم الله خيرا على هذا اللقاء وبارك الله في عمرك وفي علم وإياكم إن شاء الله أحبتي بذلك نكون وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك سلام الله عليكم ورحمته وبركاته والقرآن يهدينا السبيل ويمنح من تلا خلقا نبيلا كأن ملائك الرحمن تمشي على قدمين سبحا أو أصيلا